السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن عندنا جرس في السيلينيوم هذا الجرس هو استكمال لشرح الجوال والخصائص والصفات اللي نقدر نستخدمها في العنصر المحدد تمام نقول هنا from selenium import web driver web يساوي web webdriver.firefox تمام فتحنا الفايرفوكس حندخل على google.com تمام دخلنا على google راح نحجج على هذا العنصر نقول له هنا y يساوي web.find element by name اللي هو q تمام تمام طيب y dot نعرض الدوال اللي نقدر نستخدمها عندنا جالتين راح أشرحهم اللي هي display و is displayed و is selected تمام is displayed و is selected و is selected تمام كلهم كلهم جوال تمام كلهم جوال طيب مثلا لو أقول هنا y dot is displayed نفتح قوس ونقفله نضغط enter عطاني true تمام عطاني true طيب لو قول هنا y dot إيز إيز سيلكتد نفتح قوس قفله أنت رأعطاني فالس طيب إيش معنى إيز ديس بلايد وإيز سيلكتد أول شي راح نبدأ بإيز ديس بلايد وهي دالة تتأكد هل العنصر اللي أنت واقف عليه حاليا مرئي في الصفحة ولا لا هل هو ظاهر للمستخدم يقدر يشوفه ولا لا تمام هل هو مرئي أو لا العنصر اللي حنا محددين عليها الحين هو مرئي تمام خانة الإدخال هذه مرئية أكيد نشوفها صح وهذا العنصر نشوفه وهذا العنصر نشوفه وهذا العنصر نشوفه وهذا العنصر نشوفه لو حدد عليهم كلهم وأقول له إز ديس بلايد راح يقول لي ترو نعم كلهم مرئيين بس لو أقول هنا هنا y يساوي web dot find elements elements يعني جد لي أكثر من عنصر باستخدام tag name وأقول لها التاغ راح يكون A تمام enter أقول له هنا لن U عطاني تسعة عشرة عنصر تسعة عشرة عنصر تمام تمام مثلا لما أجي هنا أعد الروابط الموجودة هنا الظاهرة عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أو هذا مش عشرة تمام تقريبا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تمام هذا مرابط طيب تقريبا الظاهرين تسعة واللي مش ظاهرين الغير ظاهرين عشرة تمام طيب فأكدر أتأكد بهذه الجالة هل العنصر هذا الظاهر أكدر أشوفه ولا لا راح أقول له هنا for i n u تمام من ثم أقول له i dot اللي هو is displayed تمام أقول له هنا print طبع لي إذا كان العنصر is displayed ولا لا تمام إذا كان ظاهر ما رأيي ولا لا طيب تمام لحظة طيب اللي عندي هنا في l u list list عبارة عن العناصر اللي هي بتاق a تمام عندي 19 عنصر تمام راح أخذ العنصر الأول مثل ما أقول is displayed ولا لا تمام ويطلع للنتيجة متما يروح للعنصر الثاني وهكذا تمام تمام طيب عندي هنا true true تمام هذا ظاهر وهذا وهذا أيضا ظاهر 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 واللي عنده false يعني غير ظاهرين أو غير مرئيين للمستخدم طيب بعد الظاهرين 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعة عشر احدى عشر تنعاش قال للظاهريين الموجودين هنا اللي انا اشوفهم السورة is selected مثلا اقول له هنا why dot is is selected تمام اعطاني false طيب راح احجد عليه شوف هذه الجالة تتأكد هل اذا كان العنصر محدد ولا لا مثلا انا ما حجدت على هذا العنصر اقول له is selected اعطاني false طيب راح احجد عليه اضغط عليه بهذا الشكل is selected اعطاني false طيب ايش يبغى ايش يبغى عشان يعطيني true ايش اسوي لها عشان يعطيني true شوف هذه ما تقدر تستخدمها في العنصر العادي هذه تمام تقدر تستخدمها في اشياء اخرى زي مثلا اللحنة من يخلق على فيسبوك مثلا تمام شوف عندك هنا خيارات عندك هنا الجنس انتا ذكر اه مخصص زي كذا تمام مثلا اه اقدر اتأكد اذا كان العنصر اللي هو حق ذكر هذا هل اذا كان محدد عليه هذه الجائرة ولا لا اقدر اتأكد اذا استخدمت هذه الجالة في هذا العنصر وعليها الدائرة السوداء بهذا الشكل راح يعطيني true اذا ما كانت عليها الدائرة السوداء يعني كانت على انثى وذكر فاضية الدائرة بهذا الشكل يعني غير محدد راح يعطيني false اقدر استفيد منها بهذا الشكل طيب راح اخذ هذا العنصر اسويله في حص العنصر بهذا الشكل تمام ثم اقول له هنا بي يساوي web.find element by expath ثم نضع هنا علامات التنصيص تمام اقول له هنا بي دوت شوف انا انا ما حددتها الحين انا محدد على خيار on the وما حددت على ذكر ف اقول له هنا is selected enter اعطاني false اعطاني ايش اعطاني false طيب راح حدد عليه حددت على ذكر اشوفه الحين is selected ولا لا اعطاني true قال لي هذا العنصر نعم محدد شوفه الحين بحدد على هذا اشوف is selected اعطاني false لاني ازلت التحديد فتقدر استفيد من هذه الدوال اذا انت تبغى تشوف العنصر اذا كان مرئي ولا لا واذا كان محدد او لا اذا كان مثلا اه تبغى تسوي مثلا اه برنامج معين او سكريبت معين يحلك مثلا اختبار معين اه وتبغى تتأكد هل اذا كانت العناصر مثلا موجودة فيه مثلا مثلا اه محدد او لا اه اذا ما كانت محددة اه يعطيك مثلا انذار او اي شيء من هذا القبيل هذا مثال بسيط طيب فقط هذا كان كل شيء وإلى اللقاء